نروح لإسباني إخوان كارلوس باستر المدير الفني الجديد لمنتخب اليد اللي بينصق مع الجهاز المعاون برنامج الإعداد خلال معسكر المنتخب في الأسبوع الدولي باستر هيوصل القاهرة يوم 22 إبريل اللي جاي وهيتم تقديمه في مؤتمر صحفي ولكن هو بينصق مع معاوني ومسؤولي الاتحاد لبداية المهمة في الأسبوع الدولي واللي هينطلق يوم 23 إبريل والحد 30 من نفس الشهر فاستر حدد أن التجمع اللي جاي لمنتخب اليد ده هيدم 40 لعب وهيتم تقسيمهم لمجموعتين هتدرب كل مجموعة منفصلة بتضم 3 حراس مرمى و17 لعب وده علشان يوسع دائرة الاختراق لنجوم المنتخب ويجهز أكبر عدد من اللاعبين بما فيهم طبعا لعيبة منتخبات 2004 و2002 كل التوفيق ليهم بالتأكيد فكرة أن أنت برضو استمريت على المدرسة الإسبانية ده مهم جدا 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 من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد علشان يقدروا أنهم يعني يكون خلاص ما فيش وقت ما عندكش وقت الأفريقية اللي جاية اللي هي مؤهلة للأولمبياد في برضو 20-24 وأفريقية هتكون في يناير 20-24 كما هو متابع يعني فمهم أنك ما تغيرش المدرسة الراجل عنده سي فيه قوي وكل التوفيق ليه أهم حاجة بالنسبة لنا أن إن شاء الله كميته تركب مع المنتخب عندي اعتاب صغير على اتحاد اليد أنتوا دايما معودين أنكم منظومة نكحة منظومة ما بيفوتش عليها أي ثغرات أو أي حاجات تنظيمية مبارح فكرة وصول عربية الإسعاف متأخر ده مش صح تماما تأخر المباراة أكتر من نص ساعة ده مش صح تماما لأن وعايز أعرف بقى هي دي كانت مسؤولية الاتحاد ولا مسؤولية الناس المسؤولين عن الصالة أيا كان أنا مش بهاجم حد بعينه أيا كان ما ينفعش يبقى عندنا صلاة بالحجم ده وبنية تحتية بالشكل ده وتصدير صورة محترمة للرياضة المصرية وناس بتشتغل على ملف أولمبياد ويبقى عندنا بعض الثغرات اللي بجد ملهاش لازمة يعني إيه عربية إسعاف تتأخر نص ساعة والمباراة ما تبدأش غير المباراة لازم تبدأ بعربية الإسعاف وأنا بشكر الحكام أنهم أصروا أن المباراة مش هتبدأ غير بعربية الإسعاف ده حاجة مفروغ منها يعني دي أروح بنا قدمين لكن أنا النهار ده نص ساعة وده واضح في التلفزيون إحنا مش بس الناس بتتفرج علينا هنا لا إحنا متابعين من الدول العربية والأوروبية والإفريقية فعش بتتفرج عليك ناس من كل العالم المشهد اللي شفناه مبارح ما ينفعش مع التحاد زي التحاد اليد أو مسؤولين الصالة ما ينفعش الصالة دي بتستقبل كم إيفنتات غير طبيعية فإنتوا بتصدروا صورة محترمة جدا صالة نكحة جدا فيها بطولات بيتم تنظيمها بشكل ناجح جدا 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 فليكوا سبقة محترمة في التنظيم يعني وبالنسبة للتحاد اليد لا إحنا بنتبهى بيكوا يعني بنقول إن التحاد اليد ده الاتحاد اللي هو اقتضوا بيه يعني في الألعاب الجماعية مش حابين إن مشهد زي اللي حصل مبارح يحصل تاني